أكتر من معاناة بانتظار دولة والعد العكسي لأحداث خطيرة شاهد الأكتر من توقعات ميشيل حيك ميشيل حيك بيتوقع أن المستشار الألماني بعد خطواته وقراراته بيكلفه تمنغالي وحزام أمنه مش مضمون عصفة بحرم البرلمان الألماني بالمشة الطائرة بتحمل شعار لفتهنزة وحركة غريبة على أرض مطار فرانكفورت التطرف بيكلف المسؤولين بأعز ما عندهم الاقتصاد المنهور بيشعل الشارع الموجوع بطول المشهد بتعيش ألمانيا أكتر من معاناة وقطاع الأعمال إلى تعافي كمان بيتوقع مش الحيك أن دم شيرين أبو عاقلة بيسجل انتصارين ونسخة جديدة من جدار برلين في فلسطين مهمة أصود العرين غير وهمية وبتشق طريقها السلام بيغزو غزة جنون عسكري في جنين الشرارات لن تنطفئ في الشيخ جراح كل الثورة هتتغنى بمحمد عساف وحيكون فيه مظاهرات وعنف في أمريكا الخطر يحوم حول رئيس بايدن وحول رئيس ترامب في المراحل اللي جاية هنشوف أن الرئيس بايدن فيه هزة بتصير في البيت الأبيض على الرئيس بايدن أزمة مرتبطة بشركة تيسلا بتحدد مصرها بمرحلة معينة رح يبلش العد العكسي بمسلسل الأحداث الخطيرة بمسيرة آيلين ماسك دهشة الموسم ومحورها بالسحون الطائرة وما يرتوت بها بالمشهد في ثلاثة الممثل الأمريكي جوني ديب وزوجته ومحاميته ومسلسل القضايا والربح والخسارة من جديد والنهاية غير متوقعة بأفق عالم المال الأمريكي أسواق ومصارف ونكسة مش صغيرة مش بس مصاري حدث كبير بأمريكا بيستدعي تنكيس العالم نبق بصفة عجلة بيخضع علم السوبر بول الأمريكية بانتظار عائلة كارديشيان مسلسل معقد ميل على السوات بتكتر التساؤلات وعلمات الاستفهام حول أداء كمالة هاريس ووحدة من الدعاوة ضد الرئيس ترامب أثرها بليغة بالأجواء اللي راح ترافق زمن عيد الشكر بأمريكا ما راح تشبه اللي قبلها ضجاف المجتمع الأمريكي حول اسم أمه لآيلين ماسك بتعبي عائلة كلينتون الشاشة من جديد الإعلام ما راح يرحم بنت الرئيس ترامب اللي جوزت اللبناني ابن بوليس فريق بايدن بحركة غير طبعية بعيدة عن البروتوكول لتطويق حالة طارقة بتصيب الرئيس إشارات ورسائل بتخلي قريت 51 على عجلة وبتفتح أبوابها وملفتها على كذا موضوع وقضية تنامي أمريكاني جارف الكلمة الفصل في أمريكا بالمرحلة المقبلة هتكون لسيدة حديدية والقضاء الأمريكي محكمة وقضاء بتعرض لاعتداء جرومي شارس بيوم راح يولعوها بعدة مطارح في أمريكا الاعتداء على مبنى الكابيتل مش حدثة ومرت والأيتي أعظم شخصية أمريكية أعلامية من الصف الأول بتفرق الحياة بطريقة صادمة أحد السجون حيتعرض لخارق بيفتح قدرة البوليس الأمريكاني إطلالة مستهجنة وظهور أغرب من الغريب للفنانة مدنة الأمريكية سرعات وضغوط على الطيار الديني المتشدد للتساهل في بعض البنود بما فيها السماح بالاختلاط وتوسيع الانفتاح حركة ناشطة بما في ذلك ملف الجزر الكويتية تسلسل العهود والولايات بأعلى سلطة كويتية وهينقطع بس مش على البارد لنشوف أثار مؤلمة موشحة باللون الأحمر وبروز وجوه غير تقليدية بالسلطة مجلس الأم الكويتي لا يستكين بينها الاسمين سعاد العبدالله وحياة الفهد في اسم راح يسرق الأضواء مرتين بيأجج صالح الفضالي النار بملف البنون وبيحول القنابل موقوطة مفاجآت سارة زي تصلها بمراسيم وقوانين رياضية مهمة الصدمة بتختار أحد أفراد آل الصباح حكومة الكويت ورئيسها بتتأرجح بين شقوقين بحنكة محفوفة بالخطر بيتسلل المرزوق الغانم بين النقط والألغام باتجاه هدف تغييري عودة خجولة لبعض المبعدين عن الساحة الكويتية هتظهر للعلن استعدادات أحمد الفهد تمهيد لسلوك مصار جديد بيطرح أكتر من علامة استفهام الشيخ مشعل جابر الأحمد حيشعل الكويت وهدف أهدافه تركيز السيستم بالكويت وإطلاقه سكون بالكويت ما رح يكون طويل الأمد وفجأة بيحدث ما يعكر هدوءه غليان داخل قاعدة أمريكية سقوط ووجه معروف على أرض الكويت بتقهب الأمن الكويتي عدة مرات وربعات بيصر أمير الكويت حتى النفس الأخيرة على إصدار قرارات ومراسيم بتشبهه الملكة إليزابيس الثانية بعد موتها بإطلالات مختلفة شبحها وضلها وطفها هنشوفهم بعيون كتار من الناس بيوع نادي تشيلسي على صدمة نارية ضجة حول سحة ملك بريطانيا بقفق تشارلس وكمان لا يتسارع مستجدات وقلق وتوتر أندرو شقيق الملك بينتقم بتعرض الملك تشارلس ما يشبه الإنهيار العصبي بمطرح هنشوف الحكومة البريطانية بتتخبط بمفاعل ركعية وبالصورة بوريس شونسون ومصيبة بانتظار رئيس الحكومة الحالي مظاهرات لندن تحركتها حتحرك أكبر روس وأعلى كراسي الشيخ طحنون بنزايد بيني من الإمارات على مفاجآت كبيرة وبيوقظها على مفاجآت أكبر مرة جديدة تتجه الأنظار إلى برج خليفة لأنه شاهد مفاجآت المفاجآت في إحدى تحركاته وزير خارجية الإمارات حيتحدى الخطر وتداول اسم الشيخ محمد بنزايد في سجلات تاريخية دهبية وبيطرح بقوة في كواليس الجوائز التكريمية العالمية إمارة الشارقة على موعد مع حزن شديد تمتين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر تغيير منصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبوظبي الإمارات تودع شخصية عظيمة خطوة إماراتية تركية غير مسبوقة إشارات إيجابية حول الجزر الإماراتي المتنازع عليها تنافس الإماراتي والسعودي هيكون مجال تعاون وتقدم للبلدين تغييرات مزهلة في التقصي الإماراتي هيتأهب الأمن الإماراتي المردين مرة لكشف المؤمرات ومرة لتطويق مسارح العمليات وزيرة الثقافة الإماراتية نورة بنت محمد بأكتر من محطة مشقة وفي محاولات للنيل من وجهة اللقاء مسلسل الانفتاح والسلام اللي افتتحه الشيخ محمد بن زيد بلقاء بابا روما وشيخ الأظهر وأتبعه بتوقيع معهدة التطبيع مع إسرائيل بعده بأوله ولن يستكين ابن زيد رغم حجم الخطر عليه وعلى العيلة قبل تحقيق هدفه بجمع العالم بمقدمتها إيران فوق التراب وإلغاء المسافات بين تنقضاته الدينية والمدنية رسائل أمنية من كم سطرة موجهة للدبلوماسية والجاليات اليهودية بالإمارات والعكس صحيح ما رح يقف طموح الشيخ محمد بن راشد الفضائي عند مصبور الأمل شايف إن رؤية بن راشد المستقبلية هي بمطرح جعل الإمارات مركز العلوم والأبحاث الفضائية مش واضح عندي إذا إشاعة أو حقيقة بتخلي جمهور المطرب حسين الجسمي بيتبلبل خبر محزن بينتشر في كل الإمارات حيطوى حذر بعالم الطيران الإماراتي شعر أماراتية مش شاعر بتاخد شعلة الشعر العربي من إيد الشعر الرجال تحملها للعالمية أكتر من قانون مستحدث حيصنفه الإمارات من بين البلدين الأكتر تمدنا ومفتاحا في العالم متباني الأعزاء بكده نكون وصلنا معيكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأكتر توقعات مجال حيك المتنوعة عربية وعالمية لعام 2023 بشكركوا جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة نستنى تعليقاتكم وأرأكم ودونتم بكل الخير والحب والسعادة ترجمة نانسي قنقر